نخش على الأهل والزمالك الأهل والزمالك السنة اللي فاتت أو آخر السنة دي قدروا أنه هم الإدارات سواء إدارة الأهل أو إدارة الزمالك سيطروا على الموقف اللي هم شايفينه يعني مثلا إدارة الأهل مسماني الطلباتك تيجي اللي انت عايزه بيرستاو وميكسوني يحضروا أمير خش هات الاتنين دول هات الرجالة مسماني عايزهم في دي محمد عبد المنعم من فيوتشر لا شكرا هنا نقف بقى لا مسماني ده مش هينفع احنا اتفقنا خلاص وانت اللي خدت قرار للإعارة آخر السنة ان شاء الله في الجون بكهرباء عايز تطلقه إعارة هيلعب مش هيلعب بعنهائي لا تطلق إعارة إعارة ماشي عارة تركي حطوا بنمائة ألف دولار الإدارة هنا أمورها حاسمة حتى في التجديد لمسماني طلباتك ايه 1 2 3 7 17 طلبات الاهلي 7 8 9 أوكي تمام حجدد تمام أمير خلاص الراجل أمان تمام جدد إذن هو مسيطر على كل حاجة هو مش رايح للطلبات كده وخلاص وده الصح الصح ان المدير الفني رئيس جمهورية الملعب المدير الفني هو صاحب القرار داخل الملعب داخل الملعب المدير الفني لأي فريق خلاص بس فيه أمور تانية هو قرار الإدارة رؤية ما برى الملعب سيب لك القرار زي ما حضرتك عايز زي ما حضرتك عايز دي سياسة في أي مؤسسة وأي نادي ناجح ده ما يخص الأهلي ما يخص الأهلي كهرباء على اعتاب الإعارة جاي له عرض الأهلي طالب 800 ألف دولار الدوري التركي وممكن وممكن إن الرقم ينزل في سبيل إنه هو يلعب لأن احنا قلنا من أول يوم ونادينا مش طبيعي على فكرة لا لوم لمسلماني احنا مش عارفين الكواليس يعني مش عارفين التدريب إيه اللي حاصل كهرباء فايق مش فايق خلاص ده رأي المدير الفني ويحترم كهرباء بقى له 7-8 جولات ومش معاه وأكيد مش هيبقى معاه في اللي جاي وما كانش معاه في السوبر الأفريقي ومش هيبقى معاه في كاس عالم الأندية وأكيد مش هيبقى موجود في كاس الرابطة المشهد يعني بيقول كده المشهد كويس؟ يبقى الإعارة طب لو ما فيش إعارة هل ممكن يديله في كاس الربطة القادم وارد وارد لأن اللي مش هياخد في كاس الرابطة اللي وارد ده اللي جاي ده يعني مش هياخد فرصة يبقى يحضر شنطته ويتكل على الله لأن كاس الرابطة ده أصلاً معمول في فترة التوقف عشان كله يجرب نفسه وكله يحضر نفسه ترجمة نانسي قنقر